أصيب جندي في قصف لميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع تابعة للمقاومة في مدرية المسيمير شمال محافظة لحج وقالت مصادر محلية إن الميليشيات شنت قصفا مدفعيا على مواقع المقاومة في تباب القاصحة في قطاع قارين وحبيل الحصين الواقع شمال غرب المسيمير الحواشب وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن إصابة أحد فراد الحزام الأمني في قطاع المسيمير الحواشب هذا وتندل اشتباكات وقصف متبادل بين حين وآخر بالجبهات الواقعة شمال الحج